اهلا بكم طلب تقول عدادي والنهاردة معينا فيديو جديد وبنكمل مع بعض الجزء التاني من كان الجزء الاولاني طبعا اتكلمنا في على اه هاف جات وهاز جات وكان وكانت نعم حب استخدمهم في وطبعا حالينا كم كده عليهم علشان خاطر نثبت الفكرة ونفهم الموضوع كان بيتكلم عن ايه النهاردة ان شاء الله هنكمل الجزء التاني من في الجرامر بتاعنا والنهاردة يا شباب هنتكلم على حاجة اسمها الجيراند الجيراند ده اللي هو بيبقى الفورب بلاس آي ان جي فورب بيبقى في الانفينتف الفورب في المصدر او الفورب في شكله الاصلي من غير اي اضافات لكن انا هحط له بس ال آي ان جي علشان يبقى جيراند يبقى فورب بلاس آي ان جي ياريت تركز معي علشان الفيديو ده هيهمك جدا هنشرح طبعا موضوع الجيراند ده كويس قوي وهنحل عليه زي ما احنا متعودين يلا بينا برحب بيكم مرة تانية ويقولنا النهاردة زي ما اتفقنا شباب ان احنا هنكمل unit 3 في الجرامر في جزء الجيراند اللي هو الفورب بلاس آي ان جي لازم اوضح لك ان الفورب بلاس آي ان جي بيجي بعد فوربس معينة بعد افعال معينة يعني مش بعد كل الفوربس اللي احنا عارفينها يعني عندي افعال زي like love don't like enjoy dislike prefer hate كل الفوربس او الافعال دي يا شباب اللي انا قلتها بيجي وراها فيرب بلاس آي ان جي طبعا انتو عارفين ان like بمعنى يحب وdon't like يكره زيها زي dislike زيها زي hate كمان love برضو يحب زي like enjoy يعني بيتمتع او يستمتع وي prefer بمعنى يفضل الفوربس او الافعال المقاررة علينا في الجزء ده شباب من unit ثري في الجرامر هي الافعال دي اللي احنا قلناها مع بعض like وdon't like وdislike وهيت وlove وانجوي وprefer كل دول بيجي وراهم verb بلاس آي ان جي اللي هو احنا لسا يلينا عليه من شوية اسمه الجيروند يعني مثلا ممكن اقول الجملة زي كده يعني انا بحب السباح طيب اي ده انا بتاعي ده واحد من ضمن الافعال اللي لسا يلينا عليه بيجي وراء الفورب بلاس آي ان جي هتحط على طول بعدي هنا يعني يعوم وطبعا هنحط يعني نحط الفعل في شكل الجيروند علشان نبقى متفقين مع بعض ان like من ضمن الافعال اللي بيجي وراها فورب بلاس آي ان جي اللي هو اسمه الجيروند وفي امثلة كتير جدا ممكن اقول هي انجويز ايتنج باستا هي برضو بتتمتع باكل الباستا ادي انجوي برضو جات مع الشي طبعا حطناها اسلقناها في وبعد انجوي لانه واحد من ضمن الافعال اللي انا هضيف عليها الجيروند او هحط بعديها الجيروند اللي هو فورب بلاس آي ان جي طيب دي اول معلومة لازم تفهمها النهاردة في درسنا في الجيروند المعلومة التانية انا ما حب اسأل واقول انا حبيت احط هنا جيروند عادي بعد like وطبعا في شكل السؤال واكيد انا عندي اجابتين يا اما بياس يا اما بنو ممكن اقول ايو انا بحب او لا مش بحب اللي هي السباحة كمان ممكن اقول does he enjoy shopping هل هو بيتمتع بالتصوق فانا ممكن اقول yes he does or no he doesn't ايوه هو بي يتمتع بدا او لا هو ما بيعملش كده اذا عادي جدا لو انا جيت حبيت اسأل بسؤال بدو او does وما نساش برضو ان like او enjoy او don't like او dislike او prefer او hate او love كل الفربس الافعال اللي اتفقنا عليها دي كلها بييجي وراها geront verb plus ing معلومة تانية لازم اوضحها لك ان مش لازم الجيروند والverb plus ing يا شباب اقول اعدادي ييجي بعد الفربس دي كمان يا جماعة ييجي بعد adjectives صفات بحروف جر يعني مثلا good at كويس في حاجة معينة bad at وحش في حاجة معينة interested in مهتم في حاجة معينة طيب خلي بالك ان التلات حاجات اللي انا لسه اقيلهم حالا good at bad at وكمان interested in بيجي وراهم verb ing مثال على كده ممكن اقول i am good at doing exercises يعني انا شاطر في عمل التمارين ممكن طبعا اقصد sport exercises تمارين رياضية او مثلا homework exercises اللي هي التمارين ال homework اللي انا باخدها من المدرسة مثلا طبعا ممكن اقول she is interested in swimming يعني هي مهتمية بالسباحة وسواء انت شفت good at وباد at وانترستد ان التلاتة دول followed by بيتبعوا او بيتضاف اليهم verb plus ing واللي اتفقنا عليه اللي هو اسمه الجيراند اخر ملحوظة معايا في الدرس ده قبل ما نروح للtwo exercises اللي بنعملهم كل مرة على كل جزء grammar من اليونت ان انا قلت قبل كده i like swimming she loves reading يعني انا بحب السباحة او هي بتحب الاراية تمام خلي بالك معايا like love او بقيت الفرب او الافعال اللي اتكلمنا عليهم في اول الحلقة بيجي وارهم verb plus ing اللي هو لكن once ان انا ابتديت احط حاجة تانية معاهم زي i would like to تمام هنا الفرب بقى infinitive يعني انا كنت بقول i like swimming صح فحالة تانية خالص لو انا قلت i would like to بالتالي لازم اقول swim مش هينفع اقول i would like swimming مش هينفع i would like to swim فاهميني الفكرة دي يعني like او love i would like او i would love مثلا to swim هنا بعد تو بيج وارها infinitive فعل في المصدر من غير اي اضافات مش طبعا الجيرنت او ال verb plus ing مرحب بيكو شباب بقى مرة تانية وهنروح مع بعض الاول exercise وهو l choose زي ما انا اتفقت معاكو قبل كده ان l exercise اللي هتخص grammar السنة دي في منهج اولي عددي في new hello فاي يونت هتقابلنا هما عبارة عن two exercises في منتهى الاهمية exercise number one اللي هو بيتكلم على l choose طبعا هيبقى فيه جملة وزي ما اتفقنا فيها four choices اربع اختيارات انا هاختاري الاجابة الصح وال exercise التاني هيبقى read and correct يعني هنقرأ ونصلح ال verb الغلط او الشكل الغلط للحاجة اللي موجودة عندي في الجملة فانا هبتدي ب exercise number one اللي هو choose وناخد كده الجملة الاولى بتقول دينا بتحب حاجة كتير جدا يطرى دينا likes paint painted painting paints طيب احنا النهاردة اخدنا في الدرس ده بتاع الجرامر اللي هو ال gerund verb plus ing واتفقنا ان like او love او enjoy او بقية الافعال اللي احنا اتكلمنا عليها في اول الحلقة بيجرى verb plus ing فبالتالي انا هقول دينا likes painting ing اللي هو الجراند الجملة التانية بتقول احمد is good at space guns احمد شاطر او ماهر في ايه بقى الجنز الجنز اللي هي البندقيات مثلا كرياضة مثلا هل هي is good at use using to use uses تمام زي ما احنا اتفقنا وزي ما قلنا مع بعض من شوية ان مش بس ال verbs اللي هي زي like و love و enjoy و hate بيجواراهم verb plus ing ولكن كمان ده ما يمنعش ان فيه adjectives plus propositions في حروف جر معينة مع صفارت زي good at bad at interested in فهمين وفيه طبعا حاجات تانية كتير لكن انا بتكلم في الحاجات اللي تخصنا في منهجنا في unit three يبقى good at انا محتاج ان انا احط وراها geront يعني محتاج احط وراها verb plus ing فبالتالي اجابتك هتكون مظبوط using مظبوط good at using guns نيجي بقى للسنتنس number three بتقول نوها space like swimming طيب واضح هنا ان هو بيسألني المرة دي مش في حتة ان الفرب اللي هو زي like و love او ال preposition حرف الجر at او ان هيجي وراها verb ing هو verb ing موجود جاهز نوها space like swimming محتوط لكن هنا الفكرة بيسألني على verb like سواء اتحط في شكل ال positive او ال negative واضح كده ان هو محتوط في شكل ال negative لان انا عندي بقول noha don't ولا isn't ولا aren't ولا doesn't اكيد طبعا ال negative مع singular he or she or it هتبقى نوها doesn't like swimming sentence number four بتقول may doesn't enjoy space movies عايز اقول ان may مش بتتمتع اكيد بالمشاهدة او بالفرجة على ال movies الافلام طيب خلي بالك انا عندي doesn't enjoy او حتى لو كانت get enjoys عايز اقول انها سواء get affirmative or negative اثبات او نفي فالمطلوب مني هنا ان انا احط وراها verb plus ing طيب انا عندي doesn't enjoy هقول watching ولا watch ولا watches ولا to watch اكيد خلاص انت فهمت احنا بنتكلم على ايه فاكيد الاجابة هتبقى watching doesn't enjoy watching بتحرك معاك وشباب للجملة الاخرانية في الاكسرسايز الاولاني دي number five وهي بتقول do does doing don't she like watching tv فكانت الاجابة yes she does طيب انا خلاص هبص على الاجابة اللي بتقول yes she does وبالتالي اختار does وزيادة تأكيد على اختيار الصح هو ان في present simple طالما انا حطت she ولازم محتاج do or does عشان اسأل السؤال بمعنى هل فانا محتاج مع the he or she or it ان انا استخدم طبعا does كلامكم مزبوط وبكده كان نهاية وبكده كانت نهاية exercise number one exercise number two هنا بيتكلم على read and correct واكيد احنا شرحنا في اكتر من مرة الفكرة بتاعته بيبقى فيه عندي sentence فيه بيبقى كلمة او verb غلط احنا المفروض نصلحه sentence number one بتقول هو بيفضل اكيد الفرجة او رؤية مباراة كرة القدم على التيفي اخلي بالي بس من حاجة ما فيهاش مشكلة طبعا watch underlined هي اكيد الكلمة الغلط عشان معلش في الفيديو مش هتلاقي تحتيها اللاين او انها بكلمة مختلفة لكن انا بركز على الفرب اللي بتكلم عليه او الكلمة اللي هي watch فاحنا اتفقنا ان prefer or like or don't like or dislike or hate or love or enjoy وبسمع اكتر من مرة معاك الفرب اللي بيجي وراها ing عشان يبقى الموضوع سهل فبالتالي prefers دي من ضمن الفربات اللي بيجي وراها ing فانا طبعا ever never ان انا هستخدم watch بس فانا هاضطر اقول prefers watching watching watch plus ing الجملة التانية معايا بتقول هل هي بتحب اللعب الشطرنج طبعا دي جيم لعبة معروفة قوي اسمها الشطرنج تشيس طيب انا برضو ما عمديش مشكلة في شكل السؤال لايك عادي انا بحلل الجملة قدامك عشان تفهم معايا اكتر لكن كمان بعد لايك احنا اتفقنا سواء جات في السؤال في الاجابة في النيجيتف في اي شكل كان لازم يتحطوا وراها verb plus ing وبالتالي هتبقى does she like playing مش بلاي خالص sentence number three they are interested in listens to music عايز اقول ان هم مهتمين بالسماع الى الموسيقى they are interested in واحدة من ضمن الحاجات اللي اتفقنا عليها واحدة من ضمن الحاجات اللي اتفقنا عليها زي good at وbad at والتالتة interested in بيجورها verb ing وبالتالي الاجابة هتبقى they are interested in listening to music sentence number four وقبل الاخير would you like drinking coffee طيب هرجع تاني واتكلم ان would like to or would love to بيجورهم infinitive يعني verb او فعل في المصدر من غير اي اضافات بمعنى اصح مش هينفع خالص يتحط الجيرنت علشان would like to او would love to وبالتالي would you like to drink مش drinking تاني would you like بدل drinking هتبقى to drink coffee السؤال الاخيراني number five بيقول she doesn't like travel اكيد نفس الفكرة خلاص وعرفناها كويس قوي she doesn't like سواء جات positive is bad negative نافي او question استفهام فانا لازم احط بعد don't like وdoesn't like verb plus ing وبالتالي الاجابة هتبقى she doesn't like traveling تمام traveling double l ing اخلي بالي اهم لازم ازاي اضيف ال ing لل verbs دي وطبعا كل ده احنا اخدناه قبل كده في السنين اللي فاتت في نهاية الفيديو اتمنى تكون استفدت كواس جدا من تكملة unit three في الجرامر واللي كانت بتتكلم على اللي هو تحديدا معناه ال verb plus ing طبعا احنا بناخده بشكل مبسط لولدنا في اولى اعدادي عرفنا ان ال verbs او الافعال زي like ولوف وانجوي وهيت وdon't like او dislike او doesn't like او prefer كل ال verbات دي بيجوارا verb ing عرفنا مش بس ال verbات دي ولكن كمان حروف جر زي at او in مع good at وbad at وinterested وعرفنا كويس جدا ان would love to would like to be وراها infinitive اتمنى اكون سهلتلك الموضوع النهاردة في تكملة الجرامر بتاع unit three اشوفكم ان شاء الله في فيديوز تانية thank you so much see you next time